اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبروث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اخوتي واخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نحن وإياكم نستمتع ونعيش في ظلال السيرة النبوية المشرفة وقضايا الأمة اليوم نتحدث عن ميزان أو فقه الميزان في موازين القوى أو القوى الميزان في هذه المسألة يقوم على جناحين كبيرين على كفتين عظيمتين الكفة الأولى القوية الكفة المعنوية المتمثلة بالإيمان الصادق وبالصبر وبالتقوى والارتباط مع الله سبحانه وتعالى فكلما قويت هذه الأمور المعنوية وقويت العقيدة وقوية الإيمان وزاد الصبر والتقوى كلما كانت هذه الكفة راجحة وقوية وتساعد على الانتصارات والنجاحات في جميع المجالات وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا بيان هذه القوة من خلال أمرين عظيمين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألفا يغلبوا ألفين من الذين كفروا ثم هذا الجانب القوة في قمة الإيمان وفي قمة الصبر وفي المواقع التي كانت كان الصحابة الكرام يتمتعون بها وهذا ما حدث فعلا في غزوة بدر يعني غزوة بدر تقريبا كان الكفر من خلال عدتهم وعدتهم كانوا ضعفي أو ثلاثة أضعاف القوة الإسلامية أو الجند الإسلامي من ناحية العدد أما من ناحية العد والقوة فكانوا ربما عضعاف مضاعفة مما لديهم لا تساب بما كان لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و السيد الحبيب لكن الله سبحانه وتعالى أيد رسوله بقوة الإيمان وأيد رسوله بقوة الصبر وأيد رسوله بالتقوى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع أيضا الاهتمام بالجناح الثاني للقوى أو لميزان القوى ولذلك حينما جاء شيء من الضعف الله سبحانه وتعالى ذكر حالة ثانية وليس هذا من باب النسخ وإنما من باب بيان الأحوال فقال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يعني واحد باثنين عندنا حالتان حالة القوى وحالة شيء من هذه القوى المعنوية ربما تضعف وحينئذ يكون هناك فرق بين الحالتين وحقيقة المحققون من المفسرين قالوا هذا بيان للحالتين وليس من باب النسخ ويحن نسميه ميزان قوة الإيمان وقوة الصبر وميزان شيء من الضعف في يعني هؤلاء الذين يحاربون ولذلك أما الجناح الثاني أو الكفة الثانية من الميزان القوى التي اهتم بها رسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكفة وهو الأخذ بالإعداد الإعداد المادي والإعداد من حيث الجانب العسكري ومن كل الجوانب وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وعد لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم يعني غاية أقصى ما يمكن أن تفعلوه في إعداد القوة وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وهذه الآية كما يقول الإمام الرازي وغيره دليل على أن الإسلام لا يريد الحرب إلا دفاعا عن الأمة وعن الدين وعن الأقيدة ولذلك يكون عنده القوة ما يسمى اليوم بالرتع الاستراتيجي فيخاف منه الأعداء فلا يهاجمون المسلمين وبالتالي لا تحدث الحرب وهذا فعلا في عصرنا الحاضر حدث من 47 إلى 72 حدث ثلاثة حروب مدمرة بين باكستان وبين الهند وحينما وصلت فاكستان إلى القوة النووية لم تقى أي حرب بعد ذلك إلا مناوشات على الحدود فنظرية الردع التي أشارت إليها هذه الآية الكريمة مهمة جدا هكذا هو الإسلام العظيم الذي دائما في كل شيء يعيش على جناحين وكل مصطلحات الإسلام مصطلحات زوجية قائمة على الميزان ولو قرأنا استراتيجية الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تدبرنا استراتيجية الرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي حكمه لوصلنا إلى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حقق هذين هاتين الكفتين وحقق فعلا هذين الجناحين ليطير الإسلام ويتسع بهذه الدائرة بحيث وصل الإسلام وسيصل الإسلام إن شاء الله إلى كل المكان بعز عزيز أو بذل ذليل واستراتيجية الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نرى كانت أيضا قائمة من يوم الهجرة كانت قد أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب بكل الأسباب الممكنة وكذلك في يوم بدر وإن استراتيجية كذلك استراتيجية التجديد في الحروب فمثلا في غزوة بدر كانت على الصفوف والعرب لم يحاربون وإنما كانت حرب في العرب كر وفر أو كرا وفرا ولذلك أما في أحد فغير الخطة وفي غزوة الأحزاب أحدث شيئا جديدا فلذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون قدوتنا في كل شيء وكذلك في تحقيق بيزان القوى أمتنا الإسلامية اليوم ما أحوجها إلى الأخذ بهاتين القوتين القوة المعنوية والقوة المادية نكتفي بهذا القدر ونوجه إن شاء الله ويستكمل إخواننا الكرام هذه المسألة المهمة تفضل فضيلة شيخ فضل بسم الله الرحمن الرحيم إضافة إلى ما ذكره وما تفضل به شيخنا القوة في عصرنا هذا تبدأ بالقوة العلمية والتعليمية إذا لم نهتم بالجهاز التعليمي والعلمي فلا يمكن أن تطور الأمة لا يمكن أن تصنع لا يمكن أن تستورد الأسلحة لا يمكن أن تصنع الأسلحة لا يمكن أن تصنع أجهزة الردع أصلا ولا يمكن أن يعطيها لك العدو أبدا ويمنعون الماعون هم العالم الحربي هذا العالم الاستعماري يمنعون الماعون يمنعون المعرفة الدقيقة عن الغير يريدوننا أن نكون عبارة عن سوق استهلاكي دائم سوق استهلاك نستورد السلاح نستورد المعرفة نستورد لا يريد الاستقلال أبدا وإذا من أوائل أو أول قوة أشار إليه الله سبحانه وتعالى وشأتي يشملها قوله عز وجل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة هي قوة اقرأ المعرفة والعلم فهذه هي التي نهضت بالأمم المنظورة اليوم انظر إلى ماليزيا انظر إلى اليابان انظر إلى تركيا باكستان ما استطاعت أن تصنع هذا التصنيع إلا بقوة العلم إذا القوة العلمية هي أول شيء نخرج من الأمية ليست الأمية الأبجدية الأمية الرقمية ننتقل إلى عالم الرقمنة عالم المعرفة الواسع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به القوة الثانية وهي قوة ناعمة كذلك هذه قوة ناعمة القوة الناعمة الثانية وهي القوة المالية والاقتصادية نحن موقعنا الاستراتيجي وثارواتنا ومخزوننا كله عبارة عن قوة عظيمة لا استغلينها القوة الثالثة الناعمة وهي قوة الجماعة أمة ضاربة من شرق الأرض إلى غربها من شمالها إلى جنوبها وفي قلب العالم يمكن أن تتحكم بالعالم وتأمر بالعدل والإحسان العالم بحاجة إلى هذه الأمة ووحدتها وقوتها لتعيد العدل والحقوق والحرية إلى العالم العالم اليوم المسحوق بالهيمنة الاستعمارية الكبرى ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بالقوة العسكرية وهي الحارسة صناعة السلاح النووي الأصل فيه في الحكم الشرعي فيما أراه انظر كيف يمارسون الحرابة النووية اليوم في الأرض يعني بمجرد يمكن أن يختلفوا يمكن أن يضربوا شعوبا بأسرها ويبيدوها هذه أعظم حرابة نووية في الأرض وهي أعظم من الحرابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى السلاح النووي هو سلاح خراب وسلاح فساد فالأصل تحريم صناعة الأصل لكنه حينما يصنعه الآخر لا يجب أن نصنعه ردعا وإحداث للموازنة التي ذكرها شيخنا وهي مشمولة بقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بارك الله فيكم كما قال شيخنا دكتور علي وشيخنا دكتور فضل أتحدث عن القوة الناعمة والقوة الناعمة هي مصطلح حديث إلى حد ما يراد به كل ما له أثر بطريق سلمي وعلمي وحلمي وليس فيه أثر تعنيف أو حرب أو ضرر مادي من ذلك الدبلوماسية وكذلك التعليم والإعلام وكذلك الوسائط الافتراضية والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة وقوة الصناعة صناعة المحتوى وصناعة الصورة وصناعة الإنتاج والإخراج والمونتاج هذه الصناعات كلها هي صناعات ثقيلة ولكنها ناعمة ومن الصناعات الناعمة التي ابتليت بها الأمة وكثير من الدول ما يعرف بصناعة التفاهة صناعة التفاهة وقد تحدث عنها كثير من الغربيين أي أن يصنع جيل تافه وأن تحدث قضايا تافهة وهذه الصناعة صناعة التفاهة هذه لها استراتيجيات ذكرها بعض الباحثين بعشر استراتيجيات منها استراتيجية افتعال الأزمات والمشاكل ومنها أيضا استراتيجية أخرى إشغال الناس بالقضايا الفرعية وبالشكليات والفروع والهوامش من أجل صرفهم عن القضايا الحقيقية والأولويات الوطنية والإسلامية ومن أيضا من الصناعات الخبيثة الناعمة ما يعرف بالشعوذة الجديدة أو بالمشعوذين الجدد الشعوذة في أصلها أنها سلوك فرد يدعي معرفة الغيب يأتيه شخص قد ابتولي في زواج أو في ولد أو في مال أو في مصيبة ما فيقول لهما الحل بناء على معرفتك بالغيب وعلى تنبؤك بما قد يكون مخرجا لهذا الابتلاء فيأتي المشعوذ الكاهن الدجال العراف ويأتي بخرفات وخزعبلات مدعيا معرفة الغيب والغيب كما هو معلوم وكما جاء في السيرة وكما جاء في القرآن الكريم لله وحده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وشيخنا الشيخ محمد طار بن عشور في تحريره وتنويره يقول بأن الشعوذ أصل من أصول ثلاثة في السحر فالشعوذ وهي التوهيم والإهام بمعنى إهام الناس بحل أو جواب أو مخرج لهذا الابتلاء وليس هناك أي واقع أو أثر واقعيا لهذا الابتلاء ولذلك الوهم في شريعتنا لا عبرة به كما جاء في قاعدة شرعية لا عبرة الابتلاء وعندنا أيضا في قواعد الشريعة أن المصالح المتوهمة أو المتخيلة لا أثر لها والاعتبار بها في مقابل المصلحة المعتبرة البشعوذون الجدد الآن يستندون إلى استراتيجيات في الهاء الشعوب وفي إحباط النفوس وافتعال الأزمات والمشكلات وفي صرف الأنظار الجماهيرية الشعبية العامة عن القضايا الوطنية الحقيقية من أجل تمكينا لصناعة استبداد أو إفساد أو استعباد من قبل حاكم أو هيئة أو إقليم أو عالم أو جهات عالمية دولية لذلك نحن معنيون بأن نصنع القوة الناعمة بناء على السيرة والسيرة أشارت إلى الشعوذة مثلا من جهة أنها معصية من أكبر المعاصي في العقيدة أو في العمل والعقيدة ضده والشعوذة والشعوذة ليس لها أي أثر بل العقيدة هي علم وعمل وأثر وطمئن وسكينة لذلك أقول بأن مثلا حديثا عن الشعوذة وعن الكهانة وعن السحر كما جاء في القرآن والسنة هذا إشارة من القرآن والسنة إلى صناعة خبيثة ناعمة يراد بها مواجهة صناعة طيبة ناعمة وهي صناعة بناء العقل وتعزيز الحرية والكرامة وصناعة استنهاض الأمة وتعميق المقاصد وتفعيل مراد الله في الخلق والأمر كما ثبت في القرآن وفي صحيح السنة وفي كلام العلماء المحققين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين كانت القوة حاضرة في السيرة النبوية حضورا كبيرا ومنها قوة الإيمان وقوة الشخصية وقوة التدريب وقوة المبدأ وقوة الموقف وقوة الحجة هذه كلها كانت واضحة جدا في السيرة فما أحوجنا إلى قوة الحجة في مقابل ما يتلقفه شبابنا الآن من الانحراف في العقد أعقيدتي وفي السلوك وفي غير ذلك قوة الحجة الآن بها الرد على شبهات الإلحاد وشبهات الإفساد وغير ذلك من الشبهات كذلك قوة المبدأ لا بد من تذكري أن من كان على المبدأ القوي ومن كان على الصراط المستقيم فهو أقوى من غيره حتى لو كان غيره في الظاهر يعتمد على الماديات ويعتمد على أمور يعدها الناس قوة وهي في الواقع ضعيفة جدا إن كيد الشيطان كان ضعيفة وكذلك من القوة التي ظهرت وبرزت في السيرة النبوية قوة تماسك الجماعة ووحدتها وهذه ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى عند موته قال لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وحذر من كل خلاف يدبوا وبيّن أنها الحالقة قال لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين وكذلك من هذه القوة التي برزت في السيرة النبوية وإيضا قوة المعلومات والاعتماد على المعلومات الصحيحة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق من المعلومات الصحيحة في اتخاذ القرارات وكان ينوع مصادر المعلومات هو نعم يأتيه الوحي من السماع هذا لا إشكال فيه لكن في بعض الأحيان كثير من الأمور يأتيه أيضا خبرها من الأرض كان له عيون يأتونه بالأخبار وكان يتلقى هذه الأخبار ويرتبوا عليها القرارات الآن مع الأسف كثير من مؤسساتنا في دولنا وفي عصرنا تجمع معلومات ولكن لا ترتب عليها قرارات فتضيع هذه المعلومات جهد جهيد ومعلوم وذيل وجهد ولكن لا ترتب عليه شيء كثير من الدول تعرفها أنها مهددة في مجال معين ولكنها لا تبني على ذلك أي قرار هذا إشكال كبير وكثير من الجماعات كذلك كذلك القوة التبديل والتنويع هذه اعتمدت في السيرة كثيرا أنت تعرف أن الخلفاء الراشدين اعتمدوها فعندما أبو بكر عندما أراد ترتيب الجيوش لم يرسل جيشا واحدا جرارا إلى العراق أو جيشا واحدا جرارا إلى الشام بل أبو بكر عقد عشرة ألوية إلى العراق واثنين عشر لواء إلى الشام يعقد اللواء في الصباح لمجموعة فتمشي ثم يعقد اللواء في المساء فتمشي وقال لأهل العراق إذا اجتمعتم فأميركم سعد وقال لأهل الشام إذا اجتمعتم فأميركم أبو عبيدة من جراح ثم بعد ذلك ولأ عمر بن الخطاب خالد بن الوليد بسجاعته ثم ولأ يسيد بن أبي سفيان بعد وفاة خالد ثم بعد ذلك ولأ أخاه معاوية بن أبي سفيان فهذا التنوع في القيادة والتنوع في القادة مهم جدا كثير من المؤسسات تشيخ لأنها تعود الناس فيها على قيادة واحدة وتبقى هذه القيادة تتغير الظروف من حولها وتبقى هي فيكون هذا أزمة داخل أزمة بسم الله الصلاة والسلام وعلى صلى الله ميزان القوة في السيرة النبوية كان واضح القوة الابتدائية كانت في العقيدة حقيقة وفي المنهج وجاهدهم به جهاد كبير وكان هذا الجهاد الكبير الذي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة توسع في أطر متعددة متنوعة في الجماعة في التخطيط في الإدارة في الجانب الأمني وبدأ يتوسع هكذا نجد لما أتى للمدينة عليه الصلاة والسلام استطاع أن يسد الهجمات التي تحالف قريش على الغطفان على اليهود ضده وبعدها تغيرت الموازين قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا فيبقى مرحلة استراتيجية جديدة في بناء القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعقائدية فانتقلت فترة الأحزاب إلى مرحلة جديدة جاءت بصلح الحديبية فصلح الحديبية كانت يعني اعترفت قريش بوجود دولة المدينة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبنفوذة وأيضا قوة المفاوضات مفاوضات التي خاذها الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتراض بعض الصحابة أرضو الله عليهم إلا أن بعد ذلك بينت الحكمة وبعد النظر السياسي الذي قاد الرسول صلى الله عليه وسلم موازين القوة تغيرت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعقائدية لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم تأتي فرصة ما يسمى قانون الفرصة ضم خيبر وخيبر كانت قوة اقتصادية حقيقية وتشكل مشكلة بالنسبة للدولة الإسلامية الناشئة في تلك الفترة فضمها عليه الصلاة والسلام وبالتالي توسع ميزان القوة أصبح لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم سياسيا واختصاديا وأيضا حتى بالجانب الإعلامي على مستوى الجزيرة وبالتالي هذا كل هيئة الظروف للقوة العظمى التي جاءت في فتح مكة في فتح مكة فجاءت متعددة في جوانبها يعني ميزان القوة أكثر من قريش في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الإعلامي في الجانب العقيدة والدعوة وجاءت فتح مكة وتغيرت وأصبحت القوة الضاربة في الجزيرة وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فخضعت ميزان القوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم لسنة التدرج وخضعت أيضا لسنة أيضا الأخذ بالأسباب المتعددة المتنوعة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وخضعت أيضا لسنة الابتلاء وأيضا سنة التمكين من ناحية الفكرة ومن ناحية المشاركة في الجزيرة العربية ثم التمكين الكل في الجزيرة جاءت مع فتح مكة فميزان القوة واضح في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك الله فيكم مبارك الله فيكم بعد هذا العرض الطيب من أصحاب الفضيلة يتبين لنا بوضوح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سار على هذين الجناحين العظيمين القوة المعنوية المتمثلة بالعقيدة والصبر وكذلك القوة المعنوية القوة المادية التي لها جناحان أيضا وهما المادية المحسوسة من جانب العسكري ومن غير ذلك والقوة الناعمة المتمثلة بالإعلام والدعوة والتعليم وكل هذه الأنواع كلها مطلوبة لأمتنا حتى تتحقق لها الخيرية المنشودة كنتم خير أمة أخرجت للناس بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوه همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي اشتركوا في القناة